السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان المراجعة النهائية على الفصل الثاني إحنا في صفحة 38 السؤال الأول قبل ما نحل الأسئلة عايزين نتعرف على القوانين اللي هتنفعنا في الحال العنوان اسمه الفيض وكسافة الفيض طيب إحنا عندنا قانون بيجمعهم هما الاثنين الفاي ام بالساوي الاي بي في صين سيتا الاي دي المساحة والبي اللي هي كسافة الفيض في صين الزاوية الزاوية هنا بحسبها من فين لفين أشوف فين الملف واشوف فين المجال واجيب الزاوية اللي بين الملف والمجال طب لو افترضت الخطوط اللي باللون الأحمر دي المجال وي الملف اللي باللون الأزرق كده الملف منطبق على المجال فالزاوية اللي بين الملف والمجال بصفر وبالتالي الفاي ام هنا بتبقى بصفر لما بقول إن الملف منطبق على المجال دي اللي احنا بنقول أن هنا الملف يوازي المجال تمام يبقى الملف هنا بيوازي المجال يبقى على طول تبقى الفايم هتساوي 0 ليه الفايم هتساوي 0؟ لأن الزوية اللي بين الملف والمجال ب0 sin 0 ب0 أما هنا لو قلت القطوط اللي بالنون الأحمر دي من المجال بالأزرق الملف فهن الملف عمودي على المجال يعني الزاوية اللي بين الملف والمجال زاوية قيمة قيمتها 90 درجة وصين 90 بواحد دي أعلى قيمة وبالتالي هنا الفاي ام هتبقى قيمة عظمة هتبقى ماكس وهيبقى هنا اسم الملف عمودي على المجال يبقى ليه لما بيكون الملف عمودي على المجال بتبقى الفاي ام قيمة عظمة لأن الزاوية اللي بين الملف والمجال هنا بتسعين لما يجي دور الملف في اي درس الدوران من وضع السفر بتاخد الزاوية والدوران من وضع ان هو محقق في زاوية بتجمع على الزاوية اللي هو محققها وبالتالي انت ممكن تعمم الدروس كلها من خلال الدرس ده طيب هنا لما يجي يدور من الوضع الموازي الوضع الموازي بتبقى الفاي ام كان بصفر اسمه ده الوضع السفر بالنسبة للفاي ام الوضع الموازي هو وضع السفر بالنسبة للفاي ام لان الفاي ام عند الوضع الموازي محققها صفر فأي دوران من وضع الصفر اللي هو الوضع الموازي بالنسبة للفاي ام هتبقى ان احنا بناخد الزاوية كاملة بناخد زاوية الدوران من وضع الصفر لكن هنا لما يبدأ يدور ده بيدور من وضع العمودي ده مش وضع الصفر ده وضع محقق فيه زاوية قمتها تسعين فأي دوران من الوضع العمودي هيكمل على التسعين يبقى اي زاوية هيصنحها من الوضع العمودي هاجبها واجمحها على التسعين اللي هو كان محققها في القصل يبقى انا كده معايا الزاوية اللي اقدر اجيب من خلالها الفاي ام يبقى الدوران من وضع الصفر باخد الزاوية مهما كانت لكن الدوران من الوضع العمودي هو محقق في القصل زاوية قمتها تسعين فالدوران بضيفه على التسعين تعالوا نحاول نحدد اسئلة ولو في اي ملحوظة اثناء السؤال هنحاول ان احنا نذكر السؤال الاول بيقول لي عندي اطار مربع طول الضلع اقدر اجيب من طول الضلع المساحة المساحة المربع طول الضلع في نفسه يعني 5 في 5 في 10 اسسالب 4 لان دي بالسانتي ودي بالسانتي وضع في مجال كسفته الدي ب2 في 10 اسسالب 2 تسد فاذا كان الفيض اللي يمر خلال الاطار الفاي ام كمتها 2.5 في 10 اسسالب 5 وبر فعايز الزاوية اللي بيصنحها الاطار مع خطوط الفيض عايز الزاوية اللي بين المساحة والمجال الزاوية اللي موجودة في القانون هو عايزها فبقول له الفاي ام عبارة عن اي بي صين سيتا تمام يبا انت عايز صين سيتا نجيب الاول الصين وبعدين شفت صين ونجيب لك الزاوية يبقى صين سيتا هتساوي الفاي ام اللي هي 2.5 في 10 اسسالب 5 على ال اي في ال بي هي ال اي 5 في 5 في 10 اسسالب 4 وي ال بي ب2 في 10 اسسالب 2 هيطلع الناتج نص هقول شفت صين نص هتطلع السيتا ب30 درجة طيب انا هاخد التلاتين ولا مش هاخدها هاخد التلاتين لانه بيسأل عنها لان الزاوية اللي انا جبتها اللي هي قمتها التلاتين اللي بين الاطار والمجال وهي دي الزاوية اللي بيسأل عنها وبالتالي الاجابة الصحيحة هتكون رقم به السؤال رقم اتنين الشكل المقابل يوضح ملف مستوى وموازي المجال منتظم كسافة الفيض دي فاذا دار الملف مع دوران عقارب الساعة بزاوية 140 فإن الفيض فاي ام الذي يمر خلال مقطع الملفة هحصله ايه اولا هنا الملفة هيدور الحب عرف هيدور من الوضع النهوة من الوضع الموازي الوضع الموازي ده هو وضع السفر طيب احنا عندنا العلاقة اللي هي الفاي ام بتساوي اي بي صين سيتا وبالتالي لو انا حبيت ارسم العلاقة اللي بين الفاي ام وبين السيتا هيطلع منحنة جايبي هيطلع بالمنظر ده وهبدأ من وضع السفر لانه هيدور من الوضع الموازي وبالتالي هيبقى ده منظر الفيد خلال دورة كاملة طيب هو دلوقتي لو انا حبيت اعرف الزوايا الزاوية دي قيمتها سفر طيب والقيمة العظمة بتحدث عند الزاوية 90 وبيرجع سفر تاني عند زاوية 180 وبعدين للقيمة العظمة تاني عند 270 وبعدين يرجع للسفر تاني عند 360 هي دي حكاية الفاي ام مع الزاوية طيب لما يبدأ يدور من الوضع الموازي اللي هو وضع السفر 140 درجة تعالوا على الرسمة دي هي الجوة ادي التسعين نفترض ان 140 هنا 140 هنا ده مكانها طيب اطلع كده وقول لي ايه اللي حصل للفاي ام الفاي ام كانت عند هنا قيمتها بسفر في الاول عشان الوضع الموازي وبعدين زادت 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 لحد ما وصلت للقيمة العظمة بس هو مش هيستقر عند 90 هو هيمشي حوالي 140 درجة من وضع السفر فهيكمل 50 اليمة دي وبالتالي هو كده رجع يتناقص تاني يبقى حدثت زيادة ثم نقصان وبالتالي الاجابة الصحيحة رقم دي هيزداد ثم يقل يبقى الاجابة هتبقى رقم دي بناء عن المنحنة الجايبي ولا ممكن استفاد من الرسمة دي في الاجابة على بعض الاسئلة السؤال لرقم ثلاثة الشكل المقابل يعبر عن منظر جانبي لملف موضوع في مجال مغناطيس فأي مما يلي يعبر عن الاجراء اللازم حدوثه للملف لكي يقل الفيض اللازم يمر خلال الملف حتى ينعدم ثم يزداد ويصل لنفس القمطة يبقى احنا عايزين ينعدم وبعدين يرجع تاني الزاوية اللي بين الملف والمجال ستين طبعا ينعدم احنا بنقول ده المجال فلا اول حاجة هعملها هرسم خط وهمي استرشد بيه على المحاور بس يعني هعمل كده خط كده وخط عمودي عليه عشان اقدر احدد الزاوية اللي قدامي عشان لما يدور اقدر اعرف الدوران بتاعه لكام درجة وكده يبقى احنا بنقول انا برسم خط وهمي لو ديان ستين يبقى ديان تلاتين يبقى الحتة دي تسعين تمام كده طيب احنا بنقول ان احنا عايزين الملف ده ينعدم الفيض اللي عنده يبقى لازم يلمس الخط ده الخط ده لو لمسوا يبقى كده اصبح موازي للمجال وبالتالي اصبح الفي ام قيمتها سفر طيب عشان يلمس الخط ده محتاج يدور كام لو من اليمة دي لو من هذا الاتجاه لو مع قرب الساعة عشان ينعدم لازم يدور ستين لو دار الستين دي حيبقى عند الخط اللي احنا اتفقنا عليه لانه لو وصل الملف عند الخط ده هيبقى ساعتها موازي للمجال والفاي ام قيمتها بسفر طيب لو حبينا يدور عكس عقارب الساعة علشان الملف يلمس الخط اللي اتفقنا عليه يدور قد ايه يدور التلاتين والتسعين يبقى هنا نقول لو مع عقارب الساعة يدور قد ايه ولو عكس عقارب الساعة يدور قد ايه طيب احنا عايزينه يدور بحيس يحقق ايه ينعدم ينعدم ثم يصل الى نفس القيمة طيب خلينا بكلمة ينعدم لو عايزينه يدور مع عقارب الساعة يبقى اول حاجة لازم يجي الملف ده يلمس الخط اللي اتفقنا عليه فلازم اول حاجة يدور ستين كده حينعدم طيب وهنا عشان ينعدم يدور تلاتين والتسعين يعني يدور مية وعشرين عشان ينعدم طيب هيدور ستين وخلاص لا لسه كمان علشان خاطر يوصل لنفس القيمة بتاعة زمان يعني لما يوصل لهنا لما يوصل للخط ده يدور كمان ستين علشان يبقى بينه بينه وبين المجال ستين ويحقق نفس الزاوية اللي محققها يعني محتاجين ستين كمان عشان يصل لنفس القيمة طيب في الحالة التانية لو هيدور عكس عقارب الساعة عشان ينعدم يدور مية وعشرين وبعدين يرجع يدور ستين علشان يحقق نفس القيمة اللي كان محققها قبل كده طيب في الحالة دي هنا ستين وستين يبقى مية وعشرين كده مع عقارب الساعة أما هنا هيبقى 180 عكس عقارب الساعة يا ترى مين موجود فيهم هنا بقى هنا يدور مع عقارب الساعة 120 يبقى دي مزبوطة طب يدور عكس عقارب الساعة 150 لا دي مش مزبوطة طب مع عقارب الساعة 60 طب عكس عقارب الساعة 120 لا يبقى الإجابة الصحيحة رقم به السؤال لرقم 4 عندنا حلقة مساحة مقطعها معايا المساحة وضعت موازية لخطوط الفيد تمام وهي موازية خطوط الفيد بتبقى الفيد بصفر ربما تدور طب ما نشوف منتظم كسافة الفيد كذا فإن الفيد اللي يمر خلال الحلقة لا الحلقة لما بتكون موازية للمجال لو ده المجال وعندي الملف أو الحلقة موازية للمجال يبسعتها الزاوية اللي بين الملف والمجال بصفر وبالتالي في الحالة دي هيبقى الفيد المتولد فيها قمته بصفر يعني الإجابة الصحيحة رقم ألف السؤال رقم خمسة وضعت عدة ملفات مستطيلة مختلفة المساحة كل على حدة في مجال منتظم بحيث يميل كل منها عليه بزاوية ستين يعني الزاوية اللي معانا سكنتها ستين شكل بيان المقابل يوضح العلاقة بين الفيدل كل المار خلال الملف الفاي ام وهي مساحة الملف اللي هي الايه فتكون كسافة الفيدل مؤثر على جميع الملفات نقول تاني لما يكون عندنا رسم بياني نحاول نجيب الميل ونشوف إعلقة الميل بالمطلوب عشان نجيب الميل صح لازم نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي فاحنا هنقول الفاي ام بتساوي ا ب صين ستا هنشطب على الصادات اللي هي الفاي ام هنشطب على السنات اللي هي الايه نشوف فين معامل السنات اللي ما شطبناش عليه يبه هو ده الميل يبقى الميل عبارة عن ب صين ستين طيب أنا عايزة ما هو قلل زاوية بستين أنا عايزة أجيب قيمة البي يبقى لازم أعرف قيمة الميل يبقى إعلقة الميل بالمطلوب هنقدر نجيب المطلوب من خلاله تعالوا نجيب الميل من الرسم هو بدء من نقطة الأصل فممكن ناخد نقطة على نقطة هنا الخمسة بس ما ننساش إنها مضروبة في عشرة وسالب أربعة على الاتنين من عشرة وهنا مش مضروبة في حال تمام يبقى الميل خمسة في عشرة وسالب أربعة على اتنين من عشرة بيساوي البي في صين ستين أنا عايزة أجيب البي يبقى هقول البي بيساوي خمسة في عشرة وسالب أربعة على اتنين من عشرة في صين ستين تمام الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول وبالتالي هتطلع معايا كسافة الفيض اتنين وتسعة وتمانين من مية فعشرة وسالب تلاتة تسلة يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم جي السؤال رقم ستة الشكل المقابل يعبر عن منظر جانيبي لملف موضوع في مجال مغناطسي فإذا دار الملف بزاوية مية وعشرين في عكس اتجاه دوران عقارب السع فإن الشكل البياني الذي يموثل تغير الفيض خلال الملف بتغير الزاوية هيبقى أنهي شكل فدور احنا اتفقنا أن احنا بنرسم العلاقة اللي هي خاصة بالفاي ام وصين سيتا في شكل منحنة جاي طب لما يجي دور عكس عقارب الساعة حوالي زاوية مية وعشرين درجة فعالوا كده الأول نرسم خطوط وهمية عشان نسترشد بها بالزاوية هاجي هنا وابدأ أبني المحاور يبقى أنهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بادئ الملف عند الزوية 30 والزوية 30 دي نص القيمة العظمة على أساس نصين 30 بنص وبالتالي هستبعد الاختيار رقم جيم والاختيار رقم دال لأنه هنا بيقول لي أن 30 ما هياش الجو facin2 على 2 ما هياش القيمة العظمة للجو facin2 لا لازم يبدأ من هنا لازم يبدأ من الشرطة دي وهنا برضو مش بادئ من الشرطة دي 쳐 من الشرطة أعلى هو مش بادئ من القيمة العظمة عشان هنا مثلا هي ومش بادئ ان القيمة عاصمة بس كمان مش بادئ من نص القيمة عاصمة فهستبع الجيم وهستبع الدال طيب احنا دلوقتي بنقول ان هو الملف لما هيدور مية وعشرين درجة هيعدي الستين دي حقه ناقص له ستين كمان ستين كمان هتخلي الملف يبقى في الوضعية الجديدة ده يبقى هنا هيمر ستين ودي ستين قدي مية وعشرين تعالوا نشوف المراحل اللي مر بيها الملف اول حاجة كان محقق تلاتين وبعدين بعد شوية بقى تسعين يعني القيمة عظمى وبعدين رجع تاني سابت تسعين ورايح على الموازي يعني بدأ الفيدي يعني حصل زيادة ثم نقصان وبالتالي انا مش هينفع ان انا اختار دي لان هنا بيقول لي حدث نقصان ثم زيادة لا هو هنا كان محقق تلاتين وبعدين حقق تسعين يبقى حدثت زيادة ثم هيحدث نقصان ولكن النقصان مش هيوصل لي الصفر هيوصل وبرضو لي نص القيمة العظمى لانه لما ييجي في الوضع ده هيبقى الزاوية اللي بينه وبين مش دي ستين هتبقى دي تلاتين هيبقى الزاوية اللي بين الملف والمجال تلاتين يعني يرجع تاني محقق نص القيمة العظمى يعني الاختيار الصحيح رقم الف وممكن نحلها بطريقة تانية ان احنا نرسم المنحنى الجيبي ونبدأ نكتب هنا السيتا وقادي الزاوية سفر وقادي تلاتين وهنا التسعين وبعدين هنا المية وتمانين وهنا المتين وسبعين وهنا التلتمية وستين تمام الملف في الاول كان صانع زاوية تلاتين فالملف كان بدء من هنا وبعدين حيمر على التسعين وبعدين حيمشي ستين يعني بالزبط هيبقى الكيرف الكيرف بتاعي هيبقى زي اللي احنا اخترناه اللي هو الاختيار الرقم الاخ سؤال رقم سبعة الشكل مقابل يوضح ملف مستطيل يتحرط بسرعة سبتة الى يمين الصفحة مخترق المجال منتظم عمودي على الصفحة والى الداخل فعايز العلاقة بين الفيض اللي بيمر خلال الملف اثناء حركته من الوضع ايه الى البي يعني عايزين نشوف الملف اثناء الدخول واثناء الخروج الفيض اللي بيخترقه بيزيد ولا بيتناقص ولا بيكون مقدار سي تعالوا كده نمثلها مثلا ادي الموضع ايه للملف هو دلوقتي كان فيه خط فيه الملف ولا خط في الملف لما يبدأ يدخل واحدة واحدة هيبدأ يظهر خطه كمان شوية هيبدأ يظهر خطين لغاية ما يبقى الملف كامل اه هيبقى الخطوط اللي فيه اهيه اربع خطوط اهيه وبالتالي لما يتحرك تاني لان المسافة دي اكبر من الطول والعرض بتوعه فبالتالي لما يجي يتحرك تاني هما نفس العدد اللي احنا اتفقنا عليه اللي هما الاربعة يتحرك تاني برضو هما 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 الاربعة يبقى هنا حدث سبات اللي حركته اثناء المجال من الداخل وبعد كده هي نفسه لسه الاربعة هما زي ما هما هيبدأ يخرج لما يخرج الاربعة هيبدأوا يقلوا يبقى اثنين وبعد شوية اللي اتنين هيقله ويبقى صف يعني انا عندي الفضل بيختارك الملف هيزيد وبعدين يسبت وبعدين يرجع يقل تاني لغاية ما يوصل للصف يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم دال السؤال لرقم ثمانية عندنا مكعبين وي ويكس طول دلهم هما ال وثلاثة ال يبقى ده مكعب جميع اضلاعه طولها ال وهنا مكعب جميع اضلاعه طولها ثلاثة ال المكعب طوله زي عرضه زي الارتفاع على الترتيب يؤثر عموديا على السطح العلوي لكل منهما مجال منتظم يبقى المجال اللي بره ده مجال سابت كسبت الفضل بي مش هتتغير في اي من العلاقات الاغتية ومثل العلاقة بين الفضل مار خلال السطح العلوي لكل منهما احنا هنحسب الفاي في المكعب اكس هنقول الفاي عبارة عن اي بي وهنا الخطوط سقطة عموديا على السطح يعني سين تسئين بواحد المساحة بتاعت السطح طول في العرضه هما زي بعض يعني ال تربيع في البي يبقى أنا عندي ال تربيع في البي وي الفاي واي هتساوي البي واحدة وي المساحة هنا عبارة عن تلاتة ال في ال تلاتة ال في ال يعني تسعة ال تربيع مضروبة في البي تعالوا نقسم فاي اكس على فاي واي هينقول بي في لتربية على بي في تسعة لتربية دي هتطير معادي ودي هتطير معادي تبقى واحد لتسعة لو بسط على الاختراض هلاقي كله بادئ بالفاي ام وي يبقى أنت عندك الفاي ام وي في واحد بساوي تسعة فاي ام اكس وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون رقم دي السؤال لرقم تسعة الشكل المقابل يوضح وضعين مختلفين لإكس وواي الملف مساحته 3 من 10 متر مربع موضوع في مجال منتظم كسافته 6 من 10 تسلة فيكون التغير في الفيض دلتا فاي ام خلال ملفين بين الموضعين بيسوي يعني عايزنا أجيب الفاي ام في الوضع اكس والفاي ام في الوضع واي واترحهم من بعض عشان أجيب التغير هتعامل ازاي قبل ما اتعامل تعالى نعمل اختبار كده تغير في الألوان يا ترى في الرسمة دي الموضع اكس انت شايف كام لون انت شايف 3 ألوان هل تقدر تحددهم اللون الاسود بيمثل ايه والازرق بيمثل ايه والبرتقاني ده بيمثل ايه مش عارفة برتقاني ولا ايه مهم يعني الاسود ده بيمثل المجال الخطوط السودة دي بتمثل خطوط المجال ادي البيه بالخط الاسود ويه الخط الازرق ده بيمثل مين طب البرتقاني ده بيمثل الملف طيب نرجع تاني الخط الازرق ده الخط الازرق ده مين ده اسمه العمودي على الملف الخط الازرق ده اسمه العمودي على الملف طب ليه جايب للخط الازرق عشان يلخبطك هو دلوقتي جايب لك الزاوية 90 بين حكتين بين الخط الاسود اللي هو المجال وبين الخط الازرق اللي هو العمودي على الملف يبقى التسعين دي بين مين ومين التسعين دي بين المجال والعمودي على الملف يعني دي الزاوية اللي انا ما بتعملش معاها انا بتعامل بين الزاوية دي الملف والمجال مش المجال والعمودي على الملف وبالتالي انا هاخد الزاوية المتممة المتمم للتسعين صفر يبال زاوية اللي أنا عايزاها صفر لو ركزت هتلاقي الملف مرمي على المجال يعني منطبق على المجال يعني بيوزيه وبالتالي في الفاي M في الوضع X هتساوي صفر طيب الفاي M في الوضع Y هنا تعال هشوف الستين بين كام لون بين اللي باللون الأسود اللي هو المجال وبين الأزرق اللي هو العمودي على الملف جايبها لي بستين برضو دي زاوية أنا مش عايزاها أنا عايزة زاوية اللي بين المجال والملف أخذ المتممة التلاتين هي دي اللي هتعامل معاها وبالتالي هتعامل ازاي هقول A D صين تلاتين المساحة بكام بتلاتة من عشرة والB بكام الB بستة من عشرة في صين تلاتين حيطلع الناتج تسعة من مية تسلة طيب أقدر أجيب التغير الدلتا في الفاي M أيوة أقدر أجيب الدلتا في الفاي M هقول تسعة من مية ناقص صفر بساوي تسعة من مية يعني الإجابة الصحيحة رقم B السؤال رقم عشرة الشكل المقابل يوضح ملف دائري موضوع عموديا على المجال منتظم فإذا دار الملف عكس عقارب الساعة تسعين درجة حول محور عمودي على مستوافق الفيد اللي بيخترق الملف شايفين اتجاه الدوران أنا دلوقتي لو عندي ملف محوط على عدد من خطوط الفيد ودار بهذه الكيفية دار كده حوالين منه هل هذا الدوران هينقص عدد خطوط الفيد هو دلوقتي بيدور ومحوط على عدد سابت والعدد ده مش هيفرد به أثناء الدوران عارفين إمتى يحدث تغير لو هو ضرب الوضعية دي يبساعتها بيسيب بعض الخطوط يعني تخيلوا كده انت عندك كم خط مثلا شوف العدد اللي انت شايفه ده لما أنا أميل الملف كده يبقى العدد بدأ يقل ولا أه بدأ يقل طيب بصوا كده بقى معي لما يكون ان احنا عندنا الملف أهو محوط على الخطوط وبيدور حواليها بالكيفية دي يبقى كده العدد اللي هو محوط عليه الملف سابت لا بيزيد ولا بيقل وبالتالي الفيد اللي بيخترق الملف لا يتغير الدوران حوالين الخطوط الفيد هذه الكيفية لا يغير خطوط الفيد التي تخترق الملف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر